منذ وضع الآباء المؤسسون دستور الولايات المتحدة في العام 1765 تتبع البلاد نظاما قضائيا معقدا وفريدا من بين مكونات ذلك النظام ما يعرف بهيئة المحلفين إذ لا يتم اتخاذ القرارات القضائية من دون استشارة تلك الهيئة ومع استدعاء لآلاف الأمريكيين سنويا للانضمام لهيئة المحلفين فإن شروطا معينة يجب أن تتوفر لاستيفاء العضوية أبرزها أن يكون الشخص أمريكيا ولا يقل عمره عن 18 عاما وأمضى ما لا يقل عن سنة في الولاية التي يسكنها كما وتتطلب العضوية أن يخلو سجل الشخص من أي أحكام قضائية وكذلك يستثنى من هيئة المحلفين المنتسبون للجيش والشرطة وحكام المدن والحكام الفيدراليون ولكن من الضروري هنا أن نفرق بين هيئة المحلفين الصغرى وهيئة المحلفين الكبرى حيث تضم هيئة المحلفين الصغرى 6 إلى 12 شخصا وغالبا ما تكون في قضايا مدنية أو جنائية وتكون علانية ولكن مداولاتها خاصة كما يتمتع المتهم بحق المثول أمامها للشهادة واستدعاء الشهود أما الهيئة الكبرى وسنتحدث عنها بالتفصيل في هذا العرض فيتم الرجوع إليها في قضايا هامة يرفعها عادة المدعي العام في الولاية وتتكون من 16 إلى 23 شخصا يجتمع هؤلاء سرا كما لا يحق للمتهمين ومحاميهم المثول أمام هيئة محلفين كبرى ويحضر أيضا على المدعين العامين مناقشة أفعالهم بعد أن تنتهي هيئة المحلفين الكبرى من الاستماع لشهادات الشهود يقوم المدعون بشرح التهم ومن ثم عرض القضية على هيئة المحلفين للتصويت عليها بالتالي ليس من مهمة هيئة المحلفين الكبرى أن تحدد ما إذا كان المتهم مجرما أو بريئا ولكنها تصوت لتوجيه التهم لشخص ما أو رفضها أو توجيه المدعين العامين لتقديم لائحة اتهام أقل خطورة